تمثل المنازل والسيارات المتفحمة المنتشرة في قرية دومة الواقعة في الضفة الغربية تذكيرا بالعنف المتزايد من المستوطنين الإسرائيليين قاموا المستوطنين بالحشود على قرية دومة لأكثر من 1500 مستوطن كان الجيش الإسرائيلي متواجد أثناء حشود المستوطنين طبعا أنت تعرف كقرية دومة أو كشعب فلسطيني نحن لا نمتلك أي أدوات الدفاع عن أنفسنا تسلط البقايا المحروقة في دومة الضوء على موارد القرية المحدودة للتنظيف وإعادة البناء ناهيك عن الدفاع عن نفسها في المنطقة الواقعة على بعد نحو 20 كم شمال القدس يجوا علينا على البيت وحرقوا البيت تبعنا وكسروا البيبان وخلعوا الشبابيك ضربوا عند الحج الوالد عمره ما يقارب 95 سنة ضربوا هان حجروا هان حجر على ظهره يعني سطحوا راسه خطة على المستشفى صار تصرفهم عدواني أكثر من بعد 7 أكتوب صار تصرفهم طول عمره عدواني لكن في الفترة الأخيرة عدواني أكثر وكان الهجوم الأخير على دومة جزءا من موجة من أعمال عنف أثارها مقتل فتى إسرائيلي تؤكد إسرائيل أن قاتله من القرية في كل الكرة الفلسطينية هناك اعتدام منهج هاي أنا فعلا إنها دومة عاشت معركة حقيقية أمام المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي قال في بيان إنه يحاول حماية كل من يعيش في الضفة الغربية وأنه يتم التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالجنود بينما وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نحو ثمانمائة هجوم للمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر ترجمة نانسي قنقر